الثامنة سباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش مبازو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي اختبارات كشف الهيئة لطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية والكلية العسكرية بمقر الكلية الحربية هذا وأجرى الرئيس السيسي حوارا مع الطلبة المتقدمين وأشهد بمستوى الواعي الذي أظهره الطلبة وأكد الرئيس حرص القوات المسلحة على انتقاء أفضل الطلبة وفقا لأحدث المعايير العملية بعد اكتيازهم كافة الاختبارات بنجاح لينالوا شرف الانضمام للقوات المسلحة وحرص الرئيس السيسي على الطلبة على رؤية الدولة بكافة مؤسساتها وسعيها لتحقيق تطلعات وأمال الشعب المصري بكافة المجالات مطالبا الطلبة بضرورة المداومة على الاطلاع المعرفي ومواكبة العلوم الحديثة لبناء الشخصية القادرة على حماية الوطن واستكمال مسيرة التنمية في ظل التحديات والأزمات على مختلف الأصعدة بدأت مرحلة الصمت الدعائي التي يتوقف بمجابه المرشحون في الانتخابات الرئاسية وحملتهم الرسمية عن أعمال الدعاية والترويج واستعراض البرامج الانتخابية ويستهدف الصمت الدعائي إتاحة الفرصة أمام الناخب لكي يقوم بدراسة البرامج الانتخابية للمرشحين واتخاذ قراره باختيار مرشحه في الانتخابات في روية ودنما تأثير دعائي على إرادته وتنطلق عمليات التصويت في الداخل الأحد المقبل وتستمر على مدى ثلاثة أيام عقد وزير الخارجية سامح شكري اجتماعا خلال زيارته للعاصمة الأمريكية واشنطن مع السفير ريتشارد نورلاندا المبعوث الأمريكي إلى ليبيا وأكد شكري خلال اللقاء على موقف مصر الثابت والداعم لمصار الحل الليبي الليبي دون أي املئات خارجية وعدم تجاوز دور المؤسسات الليبية عند طلعها بدورها استنادا على المرجعيات الليبية للتسوية خاصة اتفاق السخيرات وبما يفضي إليه من إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في ليبيا في أقرب وقت وأضفت الخارجية في بيان أن شكري شدد على ضرورة وقف التدخلات الخارجية في ليبيا وخروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة منها في مدى زمني محدد حرصا وتأكيدا على سيادة واستقرار ليبيا التقى وزير الخارجية سامح شكري وآضاء اللجنة العربية الإسلامية وزراء خارجية كل من السعودية والأردن وقطر في واشنطن مع السناتور بن كاردن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكية وأكد شكري في الاجتماع على المخاطر الإنسانية والأمنية لتوسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب غزة وهو ما يأتي استكمالا لعملية القصف والحصار الإسرائيلي اللا إنسانية فضلا عن دفع المدنيين الفلسطينيين للنزوح لجنوب قطاع غزة كما شدد الشكري على أهمية تنصيق جهود الأطراف الدولية إزاء ضرورة التنفيذ الكامل لقراري مجلس الأمن والجمعية العامة لفرض الهدن الإنسانية وصولا لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب العشرات في قصف إسرائيلية استهدف حي الشجاعية الشرقية مدينة غزة هذا ويتواصل القصف الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة خاصة على المناطق الشرقية في مدينة خانيونس وعلى شواطئ مدينة رفح وجنوب القطاع فيما استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي المناطق الوسطى في قطاع غزة بعدة غرات قالت نائبة رئيس الوزراء البلجيكية بيترا دي سوتر إن بروكسل تريد منع دخول المستوطنين الإسرائيليين المتورطين في أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وكتبت دي سوتر على منصة إكس سيحضر دخول المستوطنين الذين يتصفون بالعنف إلى بلجيكا مضيفة أنها ستقترح أن تؤيد بلادها تطبيق الاتحاد الأوروبي حظر سفر على نطق أوسع على جانب آخر أعلن بيرنارد ليتس المتحدث باسم الحكومة أن بلاده ستطلب من المجلس الأوروبي إضافة مستوطنين ارتكبوا أعمال عنف إلى قاعدة بيانات معلومات شنجن لمنعهم من الدخول انتقد وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين نهج إسرائيل في هجومها على جنوب قطاع غزة قائلا إن هناك فجوة بين نياتها لحماية المدنيين وما يحدث على الأرض وخلال مؤتمر صحفي في واشنطن بعد اجتماع مع وزير الخارجية البريطانية ديفيد كامرون وضع بلينكين خطوات ملموسة لضمان إبعاد المدنيين عن الأذى وتزويد المناطق التي ينزحون إليها بالغذاء والدواء والمياه وقال بلينكين إنه علاوة على إعلان مناطق أمينة سيكون من المهمة أن تتاح الاتصالات حتى يعرف الناس أين يمكنهم الذهاب ومتى تتضح الفترات التي يمكنهم الانتقال فيها من مكان لآخر